ايه زيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بقى الفخير واهلا بكم في فيديو ممتع من فيديوهات الحياة والادوات المنزلية فيديو نهاردة فيه تفاصيل حلوة جدا هتعجب حضركوا هتستفيدوا منها بتقدروا تشتروا المنتجات دي كلها موجودة على مواقع انبيا اونلاين امازن و اكسبريس و علي بابا بصوا بقى الجمال شايفين بقى الكراسي للامر دي بتبقى حلوة جدا للاطفال بتطريد ومنتاز خلوة بتعمل كرسي وبتتعمل سريل و كمان تستحمل الكبار شايفين؟ هلوة جدا اها و كمان ما بتاخدش مساحها و ده الجميل في كل الحاجات دي هنا برضو بصوا دي دي بتتحرك عليها و يعني انتم تحط على طبعا حاجات كتيرة بسية بتعملها هنا بتتحرك عليها بتعمل شغل البيت فاعتقد ان دي حاجة مريحة جدا خاصة بقى لما متوطي او متنظفي تحت العشياء حطونا لايك للفيديو الامر ده الاول مرة يشوفنا في القناة ياريه تشترك معانا تستفيدوا بقى من الافكار اللي بقدمها والذكرات لو عروسها بتجهيجي او ست بيت بيجدري بيتك بوصل الجهاز ده اللي بيسوي بالبخار و بيعقم شايفين استخدامات كتيرة جدا ليه مقاسات بقى تاخد المقاس بتاعها صبوعا تعمل لي تشتري خاتم او حد يشتركنا على بعض او هتجيب هدية لحد قدر يتبقى عارفة المقاس بتاعك كان بالزبط هلوى جدا ساعد بنشتري الناس هده مش عارفين المقاس او تروح الجواهير جوه و عاوزة تجيب لحد هدية فاجئة ايه فاعتقد ان ده هيفيدنا الاكياس البلاستيك دي تحفة كمان ده حجمها حلوة او الحجم السغنان ده تقدر تحط فيه كمان ممكن تحط فيها سواء من غير ما تبقى الان ان هي تخرج منها بصوا دي برضو حلو قوي اها حركي بها بقى السلب الراحة بمنتهى السهولة الكمود الترابيزات كل الحاجات دي تحفة لقات حلوة منكو للفيديو ده وتعليقات اجمل من حضراتكو لرأيكو في المنتجات اللي بناردها او الحال والادوات دي قد ايه بتوفر وقت معانا في البيت وقد ايه بتنظم الدنيا وكمان الجميل فيها ان فيها الوان كتيرة مختلفة واشكال بحيث ان انتظاري تختاري الي ناس ببيتك وذكور بيتك او الالوان وكمان الامكانية تعتك الحاجات دي مش غالية على الاطلاق غير مواقع البيع اونلاين فيه على صفحات الفيسبوك فيه في ايكا الحاجات دي موجودة وبسعر كويس جدا ممكن مشكلتها في البيع اونلاين مواقع اللي اضحها لكو الشحن ممكن يكون اه غالي سنة لكن حضرتك طبيعتي الموقع ساعات بيعملوا عروض اه وشحن مجانية وتقدر تعملي اردر اكتر من حاجة طبعا هيبقى الشحن افضل بصو هنا ده بيطبع على الملابس بدي حلوة قوي اها قاعد تكتبي كلمة معينة تحط اليوجو معين على الهدوم لولاد حضرتك هيبقى مناسب جدا اه كل المنظمات دي بصو ده شكل حلو اوي كمان اهو هي يعني مستعملها في اكتر مكان بترنا كمان ان هو موش اه سهل ان هو يتشال حتى لو بالمياه طفايات بقى السيارات دي طفاية شكلها شيكي اوي باخد كمان اللوجو بتاع ماركة السيارة حلوة قوي بصو كده قطة القشرة بتاع التفاح دي اديه سيمبل وشوفوا الاداء بتاعها قوي ازاي رغمانية تبدو ان حاجة اداة بسيطة جدا وسهلة بس شوفوا الاداء بتاعها قوي دي حلوة قوي كمان للحكارة بيشحن كل البطاريات بقى حاجات مختلفة يعني وعطي لي كزا حجم اهو بصو كده حتى الحجم الكبير برضو دي حلوة قوي انك تعملي ساعة على الحيطة وبشكل متبقى الانا لو انت بتركبيهم لكن هو بديكي الشكل ده اهو مفرق شايفين الشكل الجمالي في النهاية دي حلوة قوي بقى الستيكر لو بتحطي حاجة بتكتب بقى الجملة اللي انت عاوزاها وتتضع على اي كيسها تاني اي حاجة هتغلب فيها بوهرات تكتبي نوع البوهار وكمان ضد لو المية ما بتأثرش فيها يعني لازقها قوي اهو بتشال بسهولة كمان من غير ما تصيب قصر دي عاقباني جدا عندنا ساعات ترابيزات وبتجرح لو انت بتشدي بها لسراميك او بصو حلوة قوي كمان شكلها مختلف هنا هتعمل منزم منزمات للميقب اكليريك بصو نظامة الدنيا خالص وعيفين الفواصل كمان سغنانة كمان للرووج وكل التفاصيل السغنانة ده بقى حلوة قوي بصو هي هتقطع الفتحات دي هتحطها بصو بفيها معطر كده ايه بيعقم وبيعطر الحمام بشكل شي كوي الحفزات بقى بتاع السجاد واحنا بقى في الصيف بين ايه السجاد او الناس اللي بتبدل بين السجاد الصيفي او شاتوي بتبقى الان هيتطرب حتى لو وصلتوا فاعتقد ان الحفزات دي هتحقق للمعادلة صعبة هنا تقم بهارات بتقولين ايه البهار بيبيوز او مش بتحافظ على طبعا البهار دايما كل ما تكون ريحته فيه او قوي بتبقى افضل فهنا ده بيحافظ لي على ان البهار بتاعي يبقى بنفس القوة بتاعته بصوا بقى كزا فكرة للستاند هنا شايفين بقى الجمال في التنظيم حلوة قوي تقدروا تطلبوا المنتجات دي لو دخلتوا الموقع هتلاقوا منتجات كتيرة جدا جدا يعني انت هتستمتعي او لما تدخل الموقع نزلي الموقع على مدجر بلاي وهتختاري بقى الدولة بتاعتك لان المنتج بيختلف سعره من دولة التانية بصوا الميزان ده تحفة عندي واحد من ده ميزان محمول طبعا يتوزيني بيه كل الاحجام الشنط بياخد كميات كبيرة المنظم بتاع البيت ده انا عرضتو لكم اكتر من مرة بس فكرته دايما سالسة بصوا طريقة الوقاوي الكرسي المحمول ده من الحاجات الجميلة جدا خاصة الناس اللي بتقطعوا تدخل محلات حس ان يبتهبط بسرعة احنا عدنا كده فانا اعتقد انها هقالك المعدة دي وانتي خارجها في اي مكان تقدر يتعادي او لو في انتظار بص او او بتستخدمي كمان في البيت بصوا دي فكرتها ان جو تحطي لو هتعميلي بقى بهرات او مش عاوزها تبقى موجودة في الشرب او في اي اي حاجة انت بتعميليها وهي كمان حطاها جوه الرز اهو وعملها كمعطر الاومة السليكون ده التحفة بس بصوا بقى الجديد في ايه ايه المصفة دي انك بتحطي كمان مصفة فيه بتصفي لو عندك اي شوائب في الاومة المنظمات اللي بتنيني فيها الحاجات الشتوي او لدون بتاعتك وكمان لها حديدة من جوة فبتحسي ان ده بوكس بشكل شيك قوي هاي فين بقى الجمال اه ده مصفة برضو لل اهو دي كمان صفاية وفيها الجزء اللي بيهرس لو لو بتعملي حاجة فيها اه ما يعني تقيلة بتهرس هالك كويس بصوا كلنا بنعاني من ده مع الفابيك الالاموتال والحواف بنقلقلين جدا والخطة منها بتبقى صعبة بصوا دي حلوة قوي هققل المعادلة دي والحواف بتاع الترابيزات والكده بتبقى حلوة قوي ده منظم للملابس اصعاره مشغالي خالص موجود جدا حتى في ايكيا وكل الصفحات البيعي العادية على الفيسبوك اها بينظم الدنيا قوي خاصة بقى الحاجات الرفاية اللي بيتتوه من هنا جوة الملايات بقى لو بتحرك من على السرية ده من شكل الملاية لما يكون مفروض كده بيبقى حلوة اعتقد ان اللزقة دي هتبقى حلوة جدا كل الحاجات بقى اللي بتتشال من على السرير بصوا كمان حتى في المشايات دي برضو حلوة قوي شايفينها كمان بشكل سالسة انيها تلفي معاكي بتنظف بقى الحواف بتاع القفل بتاع الازايز المية والكيبورد حلوة قوي دي ده كمان بتحطي في الخلة بتقدم بشكل شي بقى مع الاكل مع البطاطس مع شايفين حلوة قوي عشان بقى الوصلات بتاعة الفياش بتاع الكهربا حلوة جدا ده منظم للبناطيل بيخلي الدولاب ياخد مساحة كبيرة من الملابس لو وصلتوا معنا الجزء ده من الفيديو مستمتعين بكل الأدوات والحال دي ريت تحطوا لنا لايك في الفيديو ولما اشتركش معنا في القناة واول مرة ينورنا يشرفنا باشتراكه وهيضغط على الاشتراك ويشغل اشعارات للكل عشان يصلكوا كل الفيديوهات الجديدة اللي هنقدمها بإذن الله الفترة الجاية ده حلوة اوه بيحفظ الطعام بقى من الاتربة من الحشرات اهو لو عم جهزة اكله سايباه كمان يا بشتغد ماكنة كمصفة ده منظم للملاديل جوه الحمام شكله سالس كمان هو اكليريك تنظيفه شكله كمان قطعة دكورية حلوة بشوفه تحط فيها ايه المفارش البلاستيك اللي بتدي انطباع الازاز دي بتجيبني اكتر من الازاز خاصة لو عندي اطفال او كمود او حاجات صغيرة بخاف ان الولد او البنت تشد الازاز تشد الازاز توقعه وكمان تنظيفها سهل فبتبقى شكلها حلوة قوي تنظيفها سهل و افضل كمان من الازاز بالنسبة لها او هتحطيها على صفرة فول ازاز كمان عشان تحمي الازاز دي الالباق دي سيليكون وبتطبيقها بمنتهى السهولة كده بتتعلق كده ودي مساحة بتتحرك بالشكل اللي حضراتكو شايفينه فتنظيفها طبعا والنيا بتلف بالشكل ده حلوة قوي بصوا بقى هي اطلع الحاجات مجمدة من الفريزر طبعا تبقى مشكلة بالنسبة لنا لو انا هعمل اكل سريع بصوا بقى الجهاز ده بيدوه بالتلج من غير ما يسوي الاشياء افضل كمان الميكويف شايفين اهو وديكي نفس الخامع كينه لسه جاي فريش حلوة قوي تنظيفه كمان ساك اها بتعرض لنا اكتر من حاجة هي عاملها فيه هنا بقى بصوا هنا في الحمام المنظم بتاع السشوار المنظم بتاع معجون الاسنان الباسكت بتاع الهدوم كل الحاجات دي تحتاجيها للحمام بتاعك يعني ممكن تعمل بس مرة واحدة لكل الحاجات بتاع الحمام او مطبخ ده منظم كمان للمناديل اهو بصوا بقى الجمال شكله كمان حلوة قوي ان هو بيلفت بالطريقة دي الوان مختلفة وده منظم تاني فكرة القطة عليه بعطية شكل مختلف ده برضو من الحاجات العجباني او الولاد هم بيذكروا بتحس ان هو دايما ظهره بيوط بشكل غير صحي فدي بتزبطه الدنيا ده منظم للأوراق والملفات ونحن رقلنا على مدارس كل سنة وخضراتكم بألف خير ده يفيد جدا للولاد ده منظمات اهل المطبخ بصوا الجمال دي موجودة في ايكيا وسعرها في منتناول الجمال مش كل حاجة ممكن اقدر اشتريها بكون تكون سعر غالي بس معظم الحاجات اللي عرض طيب فيديو نهارده سعرها مش غالي على الاطلاق بصوا كمان المنظم ده يا كل حاجة بتركيبها فيه من الاول شكله اه اه حلو قوي ده برضو كورسي متناجد كده للبيبي بشكل مريح بصوا يقعد بقى بشكل مريح وتقيم طمين عنين هوا مش هيوقع هنرمي بقى المشترك القديم ونجيبي الامر ده حتى شكله كمان تحفة نجيبني المنظمات بقى شكلها دكوري طبعا كلنا بقى منعوزين نشحن فوقت واحد فاعتقن ده هقالي المعادلة الصعبة دي حلو قوي بالتدليج بقى بالتدليج الشعر دايما الشعر لما بتدلك بتفتح المسام عشان كمان ينمو بصوا كده ده برضو بياخد كمية محترمة من الهدوم في التخزين خاصة الهدوم الشتوي اللي بتقى مشكلة بالنسبة لنا شايفين الكمية اللي واخدها اتمنى فيديو النهاردة يكون الاعجاب حضراتكم استفدتوا منه ولو بفكرة يكون الفيديو ممتع واعتمنى لحضراتكم مشاهدة ممتعة استودعكم واترككم في رعاية الله وحفظه نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا